مسرح المعركة صنعا والحرائق التي أشعلتها الميليشيات بعيداً باتت في معقلها يمكن لهذه الصور أن تعيد تعريف المشهد حيث تخلص شريك من شريكه في المؤامرة وأهمية ما حدث هو أن الفصل الأول من الإنقلاب سقط وقتل الحوثيون الرئيس المخلوع الذي تواطأ معهم بإسقاط الدولة لم تكن حدة الخلافات داخل معسكر الإنقلاب تتوقف أكثر من مرة فشلت طرفان بإخمادها لا سيامة تلك التي برزت في ظل احتفال أنصار المخلوع بتأسيس حزب المؤتمر في ميدان السبعين ولم تنتظر أكثر من بضعة أشهر حتى حدثت مواجهة استمرت لعدة أيام انتهت بسيطرات ميليشي الحوثي على المربع الأمني الذي يسكنه صالح وأسرته فقتلته وقتلت وأسرت معه العشرات من أتباعه ثلاثة أيام استمر القتال حصدت فيها ميليشي الحوثي رأس صالح ومعسكرة لكنها في الأساس كانت تسير في مشروعها من الدولة إلى الإنقلاب المستمر منذ أربع سنوات وهي تغذي وتطوق صالح برجاله ومشائخه الذي ظل ينفق عليهم كتحالفات قبلية إذا هو قبيل لي وحافظ على رأسه وعلى مصرحة الوطن يقلصه يسحب من يدافعهم ويقول أنه لك بفلوس من حقوقهم ما هي من حقهمها فضاعات مارستها ميليشي الحوثي بحق ميليشيات صالح لكن ألم يكن هؤلاء أنفسهم وبنفس الأيدي والأدوات شاركوا في تصفيات خصومهم من المعارضين حدث اختبار التاريخ إذن وبعد أربعة أعوام من الإنقلاب من سنوات الدم والبارود تعود ذكراه اليوم لكن للمرة الأولى بلا علي عبدالله صالح الذراع الذي ساهمت قواته باجتياح المدن وارتكاب الفضاعات فلا شيء متشابك وغامض سوى أن الأياد التي قادت عناصر الإنقلابيين العمياء من الجبل وفتحت لهم أبواب صنعاء تلقت أسوأ عقاب لها بنفس الأيدي يحسب لمعركة صنعاء أنها مثلت خطوة أولية في تفكيك الإنقلاب من الداخل كاشفة كم أن شهية هذه الميليشيات لا تتوقف وأن صعودها إلى الهاوية مستمر ترجمة نانسي قنقر